الحمد لله الحمد لله أفضل من ذكر أمر بذكره وجعل ذلك أعظم ما يتعبد له به أحمده تعالى وأشكره وأتوب إلى الله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من قام بذكر الله وأشكر عبد قام بعبادة الذكر لله اللهم فصلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واحتدى بأداه إلى يوم يقوم الأشهاد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسقوا بدينكم القويم واعلموا أن من أفضل ما يُعبد الله به ذكر الله ذكر الله تعالى ودوان التعلق به إنها عبادة جليلة سهلة على العباد ميسورة ما أكسل من لا يُحسن يقوم بها إنها مصدر قوة القلب والبدن بذكر الله تحصل طمانئنة القلب ويتقوّل بدن بذكر الله تتقوّل عبودية من العبد لربه عز وجل عباد الله إنه من الكلمات العظيمة التي وردت النصوص بفضلها وعظم شأنها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كلمة تتضمن التبرأ من الحول والقوة وتفويد الأمر كله لله سبحانه وقد وردت نصوص بفضلها وحدها كما جاء فضلها كذلك في أهاديث أخرى مع أذكار أخرى فقد روى البخاري في صحيحه بل روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبي موسى العشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإن لكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإلا ها كنز من كنوز الجنة قال أهل النغة الحول الحركة والحيرة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله عز وجل وقيل لا حول عن معصية الله إلا بإسمته ولا قوة على طاءته إلا بقوته وروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرني خليلي بصبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرهم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أهدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مر وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإلا هل من كنز تحت الأرش أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أعوة مسلمين بيان بيان بيانة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر